اشتركوا في القناة منذ سنة 22 سنة يتقلد عند المسؤولية النقابية واستعشرين جانبي كان اول اضراب عام في تاريخ تونس اذا الحزب الذي تعود بالتفرد بالسلطة منذ الاستقلال وان كان بقي الحزب الشيوعي الا انه بعد محاولة انقلاب زاشراتي استغل فرصة النظام وعلق نشاطه وبالتالي قانونيا ليس هناك صوت غير صوت الحزب الحكم اذا عندما النقابة رفعت صوتها لتكون صادقة من منظرها العمل لتلافع حقوقهم كانت هذه المحاكمات التي كانت فيها جريمة طويلة عريضة لاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة اثار دهارج حمل المواطنين عن مهاجد بعضهم بعضا تعمل الاعتداء المقصود منه اثار دهارج والقتل والسلب تونس على ما انفصل 72 مزل الجزائية وكان السيد خيردي من هادي بن طهر الصالحي احد الضحايا هذه المحاكمات حيث نال ثماني سنوات سجنا فلا يتفضل ملك الله فيك نشكرك مقبل كل شيء في المقدمة اللي عملتوها اسمعت البعض منها فكنتم صادقين في التلخيص اللي اسمعتو خيقة كان يمثل اكثر تمثيل لمواقع في تلك الحلقة حبيت في ان واحد نشكركم اللي اسمعتو لي باش نشارككم ونوخذ معكم الكلمة ونبين بعض حقائق تعال الاتحاد في الحق اللي قمتوا بيه انتم مشكورين ويا حبذا ونكونوا دائما صادقين حسب ما سمعت في التلخيص اللي عملتوها شكرا لكم شكرا لكم شكرا لأن الحق يعلو ولا يعلى عليها ويجي وقت كما سمحنا الآن باش نقولوا بعض حقائق ربما بعض اخوة ما يعرفوا اجتمعوا بالحدث كالخبر شكرا للمشاهدة للمشاهدة لأن في ذلك العهد عهد بورجيبة نقول عهد بورجيبة ونثبت ونتحقق لعهد بورجيبة هو اللي حط برشة جمعة وبرشة ناس في السجون المعذراء والمغفرة وفي الحقيقة في المناسبة هذه نحب نترفع ونبعد على كل ما يدل على أي نوع من الضغينة لأن المسلمين يجب أن يكون قلوبنا صافية على بعضنا إن شاء الله نكون صافي إن شاء الله نكون صادق معكم لأن عندما نقولش الحقيقة أو المنلوم نفسي لأنني مكون صادق مع جملة مع الرجال اللي كنوسمع في الصدق ويحب الصدق معادلوش يحب شيء اللي ما يتخبلش في العقل سيخير الدين يوم 25 جا أنت كيفاش لقيت نفسك في فم المدفع وكيفاش صار الليقاف متاعك في الواقع شي عجيب لأن في ذاك العهد عندي حصانة والحصانة ليس معناه إذا من يكون فوق القانون لا أما حصانة برلمانية أعطي هذه القانون نفس القانون الذي يجعلني لكي يكون نايم يجعل مني لكي يعمل لي حصانة حتى ما يلقوش بي في الحبس كما يشاءون لأن منتخب من ترف الشعب احترام من في الشعب ليس احترام في الشخص الضعيف احترام في الشعب الذي أعطاه أصواته الفلان وفلان الأعداد من الأخوة وإذا به نجد روحنا صدفة في السجن شخصياً شخصياً نهار 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 ثلاثة كنت موجود في سوسا وفي نابل يقوم بنشاط نوصي في الإخوة النقابين أو لأن ننشع في الأضراب لأن قررنا الأضراب دفاعاً على 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 موقع النقابين من تكسير من تكسير دور الاتحاد في في أماكن عديدة أنا تفرجت في سوسا كنت حاضر في سوسا عندما دهموا علينا بعض من الأخوة من سوسا وإن شاء الله يجمعها من سوسا حاضرين لكي يسمعوا ويأيدوا الكلام اللي قلته لأن أنا أعاهدكم لما نقول إلى الحق وإذا كان المؤمن يعهد لابد أن يوفي بالعهد إن شاء الله نكون من المؤمنين الصادقين إن شاء الله نتمنى 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 أنا عاد عهد زوجتي بشف نهار نجمع روح الرسالة جابوها نظن تحق لتفرجته في الرسالة كانت حقيقة فيلم سينمائي مصري كان عجيب وباهي ويفكرنا في تاريخ أمجادنا وعدها باش نتفرج فيها فراوحت نهار ثلاثة عندما قمت في نابل بين قوسين في نابل أنا قاعد وجاءوا وتقدموا لي ذي لأول مرة حكيتها تقدموا لي أخوة على الموتور موتوري زي وطلبوا وعلموني قال لي سيلهادي نوارا يستدعيني باش نجين تعشى بحدها مو ممكن قلت له مو ممكن اذا كان نجم مكمل ثم دونجيه اذا يكمل أيضا وهي لا يمر وفي الحقيقة 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 في داخليتي لا تكون مرتاحة للدعوة لأن الدعوة مضيحة ومضيحة لا يسبح الظرب سيسرجني اليوم ما ماذا ماذا؟ كانتك مجتمع لي مستحيل لكي نطمع كانتك مجتمع لي تجيني عبيد ثاني مستحيل لكي نقبل المهمة هذه لأن أخواني في تجيني عبيد دخل المؤتمر سبعة وسبعين هو طيب بكوش وصادق بسباس ودخله ثلاثة عناصر في تجيني عبيد كان يعمل معنا نقابي يدور كما ينبغي وقام معنا بواجبه حتى عندما كونا لتت في عام ستة خمسين وسبعة خمسين فكرة طيبة عندما ندخل نفسي لأن الحقيقة اللي عرفوهم لي هو حيب عشور وانا ونحن اللي كنا متوسمين في الخير بش يكون موجود معانا في الاتحاد تحسون تحملوا مسؤولية الغل يجبنا نتحملها المسؤولية لأن اختيارنا ما كانش في السواب خلقنا من المجموعة كاملة من 13 عضو مكتب التنفيذي الوحيد اللي خطفوا مع كل أسف ما نسمي اسم نحب نحترمه ممريض محمد الصياح نتمنى له الصحة ونتمنى له الشفاء لأن إيطار من الإيطارات تونس ونحن نحترمه الإيطار تونس سواء لي خدمت معانا ولا لي خدمت معانا إيطار من الإيطارات اللي حقيقة يستحق الإحترام والتقدير أنا أتعرف لأنه وصل لكي يجلب نتيجين العبيد نتيجين العبيد كان يعمل في الكاف من جملة مكان كان يعمل تنسيق إيطار معروف في جهة الكاف إيطار معروف وصل لكي يجب وقتنبك الفرصة تنحي تهرب الخوجة ونحي تجمع الكل كي يعمل وعملين على شمينها كأنها جاوبناهم في الوقت وعملنا بلاغ صح فيه أنا ومع صحبة الأخ العشور حقوص سي الحبيب هو هو يطلب منه وعملنا برخية ضد معسكرة النظام ومن ذلك العهد عرفنا اللي فما خطر يجري بالنظام البلاد لأن كنا سبب بش دخلنا جينيرال دخلناه واعطيناه مسؤولية في السلطة التنفيذية يأتي الزمان ويرجع وبعد ما يمشي لأسلو يزيد يتكون في 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 أسلو في الأخبات البولونية يزيد يتكون كما ينبغي ويأخذ تجربة ويدخل تونس فيصبح صدفة يصبح لعبة الأدوار بشكون وزيرة أول ونظن تعرفوا ما يقع بعد ما يقع البرجيبة في الحقيقة مبيناتنا يتحملها هو المسؤولية لأن عسكرة النظام ونظن كتبها الأخلاح عشور ونحن صحنا معاه المعسكرة النظام أكبر غلطة ونقع في البلدية ووقعت كنت في الاتحادات الجوهدية في سوسا ونابل لتعلم المنخرطين على الإضراب كيف حدثت وكيف حدثت الحقيقة سهلتني الموضوع كيف حدثت كيف حدثت كيف حدثت كيف حدثت لأن نرد بانها من ونرد بانها من العمليات التي توقع من وراءنا لأن الحقيقة خايفين من اللي سمعنا بالتكسير في النادي القروان وتكسير في بعض أماكن أخرى عرفنا وليس خطر ثم جعلنا في الاتحاد العام كل واحد يسعى على المكتب لأن الاتحاد العام فيه برشعة ما كاتب وكل قطاع عندي المكتب هذه من التعليم هذه من التعليم هذه من التعليم وكل مثل في الاتحاد العام وكل واحد ثلاثة تتلقى في المكتب على الأقل أربعة وسبعة وثمانية وثسسة وعشرة وحداش واثناش واحد مستعدين لكل شيء نقول لك الحقيقة نحن لم نقبل لأن يأتي واحد يضربنا لأنه يدعنا وإذا به من يوم الخامسة وعشرين مرحونا صدفة بعد ذلك وقد تخرجت في في السنوان الصور أخرج وقد قال لي ما مجيبك وحد من الأمن أصبح يعطوني يا أمود نحب أن أخبرهم وقد قلت وقد قالوا وغلبوا بعض의 شيء السيدة من الأمن كانت يردون بأيكم لا تزالوا مقرش لنقومون بأستخفلكم جسمين وقوموا بإعادة منه طائشة لنذهب إلى الله لا تزالوا مقرش كيف لا تكون محاسبة معكم وأنتم، أعضاء مكتنفيذة هل ترى مش تكون فرضية أو تكون يوقفوكم في السجن الجماعيا لطفوا بنا ووقفونا في السجن بحيث أحسن من لو كانوا واحد كذية حاجة على قول هالباق ما تقصروا معنا نشكرهم أنا شخصيا نشكرهم اللي خلونا حيين ونجمنا نتكلموا معاك ونتحذوا معاك ونكونوا فرحانين موسيقى مجدد أن الاخبار ليس غالط ما يجبه لي السيد في الأمن ليس حواجة سهلة أصبح بمكانك أنا أعرفه من الوقت لقد كنت في باجة ثم قدت إلى تولس تعرفت علي هو يجب أنه يحكي ما يجب أن تعمل هنا هو تعجب كيف زوجنا في الشارع أو كيف حاجة فلقا لا يزوجه قلت له أنه ليس يوقع، هذا شيء ربي قدر، نحن نمنوع بالقدر الذي كانت واقع مكتوبة، ليس أنا، ليس منعها هذا كيف؟ قبض علينا نحن لدينا النية طيبة ثم وقفونا، نحن أعظم نواب ثم وقفونا، نذكرها يومي 4 جانبيا يومي 24 جانبيا يومي 25 جانبيا يومي 24 جانبيا نحن 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 مثل عنصر من العناصر البارزة وخدمت هذه البلدات كما ينبغي حيث هناك حسابات لا يعيش عننا وقت لا يعيش عننا وقت لكي نعرف الحقيقة لأن العباد يعني تنقص يتنطلق أكثر ثلاثة ثلاثة التي توافعوا لا يوجد نجدهم لأنهم يتنطلقون في النقص وهذه هي صنة الله ليس نقرن لأن العباد وصل الله عمر لا يزخيره وهذه هي صنة الله في الكون وهذه لا يوجد عيب الموت حق الموت حق كل مننا يخاف من الموت من النهار المحاسبة يجب أن يقدم هذه البلدات بحقيقها وبنظافها وبصدق حتى تبرز أختي أختي وضعها ونحن في حالة عظام نواب معناه عن الحصانة البرلمانية لأنهم يعملون وأختي ونحن في حالة أختي لأنهم لا يوجد أختي ونحن للحصانة لأنها تجمعوا أختي لا يمكن أنهم أنهم ليس كما تريد أن نرمح أصوات ويجب أن نتعب لماذا يجب أن نتعب في حبيل المشفية؟ شيء يجب أن نتعب في بلادنا شيء عظيم الحرية والحق الانتخابي وكل صبحت عنها لن توقع القانون إلا أن تكون الكتلة وكتلة يجب أن تتلوّج المجموعة ويجب أن تتخلّيها هذه هي من المكاسب التي يجب أن يسلمونها يجب أن يجب أن يسلمونها يقالكم كما يقع على غيركم أي شخص يحطوه في الحبس لم يكن يقومونه هل سأفهمكم شيء في الحق البرلماني كيف يجب أن يكون هناك حق البرلماني؟ والدليل الذي سألتنا على أقل الذي سألتناك على أقل أثنين أعظم أعظم السنواب حسن الحمودية أعظم السنواب وصلوا لكي يوقعون وغير ما يعتبروا الحصانة البرلمانية كيف يقومون بحفوكم في الحالي دين كيف يقومون بحفوكم كيف يقومون بحفوكم لا لا أتركنا في النهار ومع ذلك ثلاثة من الصباح أحد قالوا أننا أخرجوا أحد 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 لا تتنسي لا تتنسي لا تتنسي وموسيقى أمن الدولة. أحلوكم على المحكمة أمن الدولة. ووقتها طلبوا أن يحكم عليكم بالأعدام. ماذا يحكم عليكم؟ أنا أحكم الأول في القضية. كي تقرر الحكم. أنا أتمنى أن تقررهم الحكم. لأن الحكم إن شاء الله تلقوه طويل. كي تلقوه طويل يسر. كي تلقوه طويل يسر. كي تلقوه طويل يسر. لماذا؟ لأن هناك سيد جونيدي موجود. سيد جونيدي موجود. سيد جونيدي من الناس الحاضرين. ويعرف كل شيء. لأنني كان من المنظلين الباهين. إذا كنا كنا في الحبس. كان من الواجب وربما يذهبون للأعذاب أكثر من نحن. كان من المنظل الصغرين. لأن كما يقوه طويل يحضر هناك ث Tagsت ... لأن لا تقل الإيمان على المنظل الذين يمسون الطويلت أو أنводنا كل شيء� Tul anar. كان لدي من المنظر يبطون على العام. إنها واسبط ج شخصاً تفهموا ما يفهم باكوات باكوات ومن العدام حتى وبعد جامعة بورقيبة لأن كان كل شيء تعليمات بورقيبة أقول لكم ليس تعليمات بورقيبة التي قتلت لهم أروا عشر سنين فادون لأن حكموا عشر سنين فادون حكموا عشر سنين نظن الله عشور و عبدالله خقربين وبعد ثم عشر سنين و بعد ذلك أشغال شاق أما بالنوع من كلام حتى في الحكم لا يكذبوا أشغال شاق معروف ما يفهم هذا من القادة الحكم عليك من الأثقل الأحكام و يبدو أن هذا كان لديه علاقة بموقفك الذي أعطيت استقالتك أول ما أعطيتك كيف تتحدثنا عن هذا؟ صحيح أنا أعتبر ذلك لأن الحق هو قبل استقالتنا يجب أن أخبركم قليلا على أشوقع أن يجب أن أشهد نحن الحديثة في الاجتماع لحسن على تونس نذكرها كما نحن للاجتماع لحسن على تونس أنا أحد من الأشخاص لدي 100 لدي 100 في جهدي و 100 تقريبية في أسر على أبو زوجتي و هذا وضعنا ضعبا قليلا ومع ذلك نسمع في العصالي من العصا ويعمل بيد ويستعمل في ايد ويعمل في الضرب يعني العصالي من العصا شخصيا خاتنا تسأل يا هل ترى ما نقعد في الاتحاد الضايل وما ما نقعد في الحزب الحزب حزبي تخلقت فيه لا نقذب علي لا نقذب عليكم أنا دستوري ونتصرف به وشاركنا في ماركة الماركة الوطنية ونجحنا فيها وشيبنا الاستقلال ورب يعلم ما كنا نتكلمه في العمل الوطني ضد فرنسا وكنا فيها أنواحد هذه المنظمة زادة العشقها نعتبرها مع شوقتي الاتحاد العام بالنسبة لي أنا عيني ونحن لا غالب الاتحاد أننا كنا قبل نحب المنظمة وليس أننا نحبها بالكاكة لا لا مستعدين لن نموت ولا أجلها وليس أنت 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 قلت أن هذا الوطنية منافقة لن نقاط في الاثنين أو ن نقاط في أحد أبارك قررت لقد قلت الحديثة مثلها لأن هذا موضوع شخصي موضوع شخصي وموضوع قلبي ليس لكي نتحدثه للعباد لا، يجب أن نكون هنا لأول مرة نسمع كلام مثلها كانت موضوع شخصي موضوع عيانة قلت لأن هناك نقاط في الاتحاد أو نقاط في الحزب أما أن نقاط في الاثنين لا يمكن ومن قلت لأنه يصلح نقاط في الأثنين ليس قلت لأن هذه الحزب يستطيع أن أقلوا أن أقلوا ك poor هذه الحزب ليس قلت ضغط هذه من قلوبة كتي هي موضوع ولكننا موضوع يستطيع أن نقاط عندنا نحن الاتحاد العام، لماذا يصبح شيء كبير؟ لماذا كنا نتخيله فيها الاتحاد العام؟ كنا نقبل كل شيء الذي تتكلم في الاتحاد مستحيل لكي نسكتلك لماذا نعرف فيها ماذا تحب؟ نقبل أما أنك تمثل الاتحاد لم نتخيل أي شخص نقابي يرضى لكي يتمثل الاتحاد الذي عمله في السفرحات ومشي ضحيته وصفرحات عشيته، لا أدرك ثم نكون حاضر معي يتويكا يعرف كيف نقدس الاتحاد نعتبره قدس شيء عظيم نعتبره هذه أختي أسباب التي جعلتنا لكي العبد يقاطع مع كل أسف وشرط حيات الحمادي وشوفرنا من الاتحاد وقالت لكي أردت أن تتجربة الكرتاج لا أريد أن تتجربة الصياحة تتجربة الكرتاج تتجربة بورقيبة استقالة من اللجنة المركزية ونعرف بورقيبة ليس لكي أسمحني ويكون هذه الأشياء التي جعلتني لكي أخذ أكثر من العباد وكي أخذوا باللعدة لكي أخذوا باللعدة لا أخذوا من اللقبين كنا كيف كيف كنا كيف كيف لكن أنا أستقالت وقالتها ونبعثها للبورقيبة وفي بورقيبة في ذاكرة أحد ما كنت تتكلم كلمة بورقيبة فبريقية غير سهلة أنتم عفوها سأحمركم بسهد لا نجموش هؤلاء لا نعيش معي ويعرف رئيساتكم تعرف ما هي كلمة بورقيبة وإذا تتجرى ما تسمى بورقيبة تأكل زكفوف ما هي زكفوف زكفوف إذا كان حبك ربي لا عشنا عياركم وأنتم عشتوا صح عليكم أنا نعيش معكم تويك وقلكم صح عليكم على الشيء اللي نعرفه ونعرف كيفش كنا قبل لحنا وكيفش أنتم تويك صح عليكم ما ذلك شعني بش نقول لك بنتي كثر خيرك سي خير الدين ألف شكر على هشهادة نحن اليوم سمعنا منك حاجة ثمينة جدا وذي عاونتنا بش نعرفوا تاريخنا ونعرفوا ما ذينا ألف شكر سي خير الدين برقالوفيك